على إثر ما خلفه متحور أوميكرون من تخوف وجدل طبي اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بصدد دراسة إمكانية تلقيح الأطفال بالجزائر بما فيهم أولئك الذين تقل أعمارهم عن الثاني عشر سنة هذا ما كشف عنه البروفيسور كاميل جوحات رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة ومدير المخابر المركزية للشروق نيوز والسبب على حد تعبيره راجع لأن أغلب موجات كوفيد-19 في أوروبا مصدرها الأطفال باش تلقح وانتمنى إن شاء الله بالك الأيام القادمة المجلس العلمي بالك يمد أوامر باش يعود يلقح لي ما بين 12 و18 سنة وممكن تروح حتى الأقل باش رانا نشوفه دورك من قبل كنا نقولوا بلي الأطفال ما يعدوش من دورك نشوفه بلي الأغلبية الموجات في أوروبا رهي جاية من الأطفال ولهذا قلنا لكم بلي نقدروا نقولوا اليوم تصريح وغدوا نعودوا نتناقضوا سيون فونكسون المعلومات لرغم اللي حقونا دخول المتحور الجديد أوميكرون إلى الجزائر ما هو إلا قضية وقت فقط يقول جوحات لكن الإشكال هو عدم معرفة ما إن كان أكثر انتشارا من سابقه دلت أم لا على بعض الوقت سور نحن في الجزائر تاني رح يقول لك القناة هادي سي سور المشكلة وراه ما زال ما عندناش معلومة هل أوميكرون رح يكون أكثر انتشار من دلتا هذا هو اللي رح نستنوه فيه في الأيام القليلة في أوروبا بما أن أوروبا رح يتشهد أموات شتاة دلتا نشوفه هل أوميكرون هذا صح رح يلقى المكان تاعه ولا ما رح يلقى المكان تاعه ولا الأوميكرون رح يبدأ يدير بؤر هنا رح يكون خطر وممكن هو اللي رح يطغى على الوضعية في ألفين واثنين وعشرين ولا ولا قناة بلي ماداش بؤر في أوروبا ممكن نقولوا بلي ما نتطلقوش بزاف ويبقى التلقيح هو الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد تسعة عشر والحد من تداعيته الصحية يشدد الخبراء